عندي رسالتين الرسالة الأولى طبعاً لكل شعوبنا سواء في لبنان سواء في فلسطين في غزة وفي الضفة أنا بتكلم عن أماكن الحرب الحالياً وطبعاً في إسرائيل وعرب إسرائيل أنا عم بتواصل كتير مع إخوتي يعني وضعهم صعب كمان كل الصواريخ اللي بتنزل أغلبها على المناطق في الجليل والجليل هي المناطق وين اللي إحنا ساكنين فيها ولكن الرسالتين الرسالة الأولى إنه نأخذ الأمور بشكل جدي هل أي شيء ساعدنا ولا خلصنا لا المال ولا السياسة ولا الدين ولا الإصلاح ولا حتى الزعمات مع احترام ومحبتي ليه الجميع والناس فقدت إيمانها وفقدت رجائها بكل حتى القيادات الدينية والقيادات السياسية فإذن رسالتي لكل من يسمع هذه الرسالة سواء في غزة أو في فلسطين أو في لبنان إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح هاي الأمور اللي بتشوفها طبعا صعبة جدا الحرب صعبة ومأساة ومعاناة ولسيما الأرامل والأطفال والمشردين والبيوت المهدمة إلى آخره إحنا هون يعني وظيفتنا مش نقعد ندين ولكن نأخذ الأمر بشكل روحي جدي إنه ماذا علي أن أفعل أتوب وأرجع للرب هاي من ناحية النحية الأولى النحية الثانية الكنايس أنا بصلي إنه الله يستخدمنا في هذه الأيام ولسيما مع شعوبنا المتضررة عاوز أقول إنه أنتوا في محبتنا بكل معنى الكلمة وفي صلواتنا بشكل مستمر وإحنا على طول منرفعكم في صلواتنا الرب يحميكم والرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر